أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عزبهما نشر المزيد من الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ ردا على التجربة النووية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية سول أعربت في بيان إنها ستنشر أربع قادفات أخرى قريبا تمن خطة للتصدي لتهديدات بيونغانج نووية متزايدة يأتي هذا التطور بعد إجراء كوريا الشمالية تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات نحن نتوقع أن تقدم كوريا الشمالية على إطلاق صاروخ عابر للقارات لتظهر أنها قادرة على إرسال قنبلة نووية إلى الولايات المتحدة سنقوم بالتعاون مع واشنطن بنشر معدات عسكرية استراتيجية بما في ذلك قاذفات وحاملات طائرات ومدمرات عسكرية